قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومهاتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين سلام عليكم ورحمة الله الحقيقة عندنا خلل في الاعتقاد وضح زي ما اتفقنا في تجليات العزرة مريم على أسطح الكنائس شفنا المسلمين بيعملوا إيه وضح في مسألة الكرامات وبخطوة اللي بقعت في مدارة مصيس وروح يضرب عمره ويرجع وربع ساعة كده ولا خمس دقائق وضح في مسألة أنك تبقى وقف مع واحد ويبص كده يقول لك عليكم السلام ورحمة الله تبص ما تليش حد تتكلم مين يا أستاذ يليك أصل خضر كم عدي سلم عليه وكنت بسلم عليه وضح أحيانا لما تسمع نشيد طلع البدر علينا تلاقي بعض الناس تقومه وقفة تقول لك أصل النبي جاي إيه اللي حصل في معتقدات المسلمين وليه بيجهلوا أن النبي قعد 13 سنة يربي الأمة على لا إله إلا الله بشكل في منتهى الوضوح متوازي مع مكرم الأخلاق خساب العقيدة يسعدني أن يكون معنا شيخنا وأستاذنا وعمنا وتجرسنا الشيخ عدنان على الرؤل سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله الشيخنا الألأ اللي بيحصل ده في مسألة أن بعض الناس تريدوا أن يكون قارب النجاة للإسلام عبارة عن صلاتة فواكه يعني إيه عايز يحط المرجئي على المعتزلي على الرافضي على السني على أي كله ركب على بعض ويقول لك نوحد الكلمة قبل كلمة التوحيد والعقيدة بالخلل اللي حاك شايفه ده لدرجة ممكن الناس تزعل جدا لما تقوله ما تحلفش بالنبي تزعل أول ما تقوله ما تقولش حياة ولادي تزعل ما تقولش هتوكل عليك فحضرتك شايف الأول إيه معنى العقيدة وإيه المقصود بالكلمة دي الحمد لله والصلاة والسلام على رسله بكل بساطة عقدت الأمر عقدت الحبلة يعني شددته وثقته أحكمته أحكمته ربطته فعندما يأتي تأتي فكرة إلى العقل أو ترد على القلب فيطردها الإنسان ما تسمى بشيء راحت فكرة أو خاطرة تسمى أما إذا رسخها في ذهنه وأسكنها في قلبه وربطها وآمن بها تبذاها أصبحت عقيدته نعم لذلك جاءت كلمة العقيدة من عقد الشيء فلما يعقد القلب يتمكن من الفكرة يربط عليها يتبناها يتبناها وهي التزم بمقتضاها سمية الأمور في الإسلام التي يجب على المسلم أن يعتقدها سمية عقيدة من هنا كويس طيب ليه كتير من الناس ما بتشوفش أن العقيدة مهمة أوي وبتتجاهل دعوة النبي الثلاثاشر سنة في مكة صلى الله عليه وآله وسلم ونبدأ نغازل الناس بالرقائق أو الكلام في بعض الحاجات اللي بتسير المشاعر وتغازلها والكلام في العقيدة يعني يمكن نثبته في حديث الدعاء والمشايخ والعلماء أليل جدا شايف العقيدة أهمية إفحة الإنسان يا شيخنا لك أن تتصور للمشاهدين أن يتصوروا أو نفهم المثال التالي بناء البناء يقوم بثلاثة أمور الأركان الجدر السقف نعم لا يمكن لي بناء يشمى أصلا بناء إلا بهذه الثلاثة نعم فالأركان الأساسات الأساسات نعم القواعد نعم هي العقيدة كويس الجدر التي تبنى هي العبادات والسقف هو الشريعة والأحكام نعم الأحكام كويس فإذن حتى يكتمل هذا البناء لابد من أسس سليمة فكل من يقيم العقيدة عفوا يقيم العبادات يعني الجدر على غير أسس سرعان ما ينهار به لذلك قال تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله لاحظ ورضوان ورضوان كمن أسس بنيانه على شفى جورفد هارف انهاربي ضرب الله لم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة كلمة طيبة أصلها أصلها ثابت كشجرة طيبة نعم كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تأتي إلى آخر يعني لم تأتي أكلها إلا بعد أن كان أصلها ثابت نعم فلا يجوز لا عقلا ولا شرعا حتى في الجوش الأخرى بهتلير بألمانيا بروشيا لابد أن يجهزوا الجندي للعقيدة أولا لعقيدتهم نعم ثم بعد ذلك يطلقوه وسر الهزائم التي نالت الأمة في الأخير بسبب ضعف العقائد لدى العقيدة لدى الجندي إذن العقيدة هي أساس أساس البناء تبني أول أسسك صحيحة ثم بعد ذلك تقيم عليها العبادات ثم تغطيها بهذا الظل لاحظ المثال هذا الظل هو شريعة الله أحكام الله سقف أيها السقف فالناس يستظلون به فلولا السقف ينذل عليهم البراد ينذل عليهم المطار ينذل عليهم الحجارات أتيهم الغبار وهكذا فحماهم الله بتلك الأحكام الشرعية العظيمة هم من هنا كانت أهمية العقيدة ثم العقيدة يا أستاذنا الفاضل وقود وقود للمسلم وقود لكل إنسان أصلا عقيدة وقود لكل إنسان نعم ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغى نعم إذا صلحت صلحت جسده كله إذا فسدت فسدت جسده كله ألا وهي القلب إذن هي وقود إذا لم يكن ما في مسموح يحكي بالشام يحكي بالشام أنا هترجم معاكم ما ترجمهم أنت أنت بقيت مصر أصيلة شيخنا يعني إذا ما في أستاذ ما في وقود ما في عقيدة ما في وقود ما في اندفاع تجد العامل إذا بيعمل بمصنع ما في عنده إيمان بهذا العمل تجد أنه مهم يعيش في اللامبالاء يعيش في دائرة اللاظمير لأنه ما عنده إيمان كذلك الجندي كذلك المسلم كذلك المصلي يعني فرق بين اثنين ولدين عندك ولد ما يحب الصلاة ولد يحب الصلاة تجد الذي يحب الصلاة يقوم نشيطا وينطلق إلى الصلاة ويتحرك للصلاة لأنه عنده عقيدة في هذا الأمر أما ذاك عقيدة ضعيفة فبيمشي في الإكراه وهكذا أصبح كثير من السمين ومن هنا جاء الخلل فإذا أهمية العقيدة تأتي أولا هي أساس أسباب هذه الانحرافات في الطرق في الجماعات في التكفير أساسا كله فساد في العقيدة إذا صلحت صلح الأمر الظلو الأمر الثاني أهمية العقيدة سيدي العقيدة حاجة نفسية لا تستغرب يعني فاقد العقيدة يعيشوا في خواء حيضان أنا عجبتني كلمتك وأنا أتجسس عليك في سماعي نشرتك الأخبار الجذابة أنه كثرة الانتحار هذا غير كان معروف في المسلمين في كل العصور يعني نادر ما تسمع مسلم انتحر الآن بسبب اجتماع الفقر اجتماع البطال الضرر مع فقدان العقيدة لكن هذا الذي انتحر هو أغنى من 20 30 200 ألف صحابي أغنى منهم عنده ما يلبش عنده ما يقول إذا كان سعد بن وقص ما عنده ما يشتر عورته سعد بن أبي وقص كان من أصحاب الصفة أبو هريرة غيرهم لكن بسبب صحة عقيدتي العقيدة حاجة نفسية أستاذ والله اللي فاقد العقيدة يعيش في خلل خواء ما يدري ماذا يفعل لذلك في أوروبا يتعجبون جدا من رغم ما عندنا من فساد ومن فقر وتجد نسبة الاتحار ضعيفة جدا رغم ما عند السويدين وميرون من طرف وغنى السبب العقيدة أنا قابلني كثير من الناس في أوروبا بعض المؤتمرات قال لي نحن نتمنى أن ينتشر مساجد ولكن ما نتمنى ينتشر التكفير وغيره لأننا لاحظنا أنه رواد المساجد من خلال إحصائيات قاموا فيها هم أقل الناس جرائم بل اللي تنعدم عندهم الجريمة نعم جريمة القتل جريمة السرقة الزينة والاغتصاب تحرش أيوة بسبب العقيدة نحن ما عندنا مانع تنتشر المفاسد عندنا بل في نيويورك المساجد لدفع المفاسد نعم بل في نيويورك رئيس البلدية ما وجد حل للمفسدين والمخدرات وغيره إلا أنه أتى بالمسلمين وقال لهم أنا فتحت لكم السجون أدخلوا أدعوهم الإسلام ما وجد حل غير ذلك الخلاصة أن حاجة نفسية العقيدة عندما هجم الروس أو دافعهم بلادهم أمام هتلر نعم الغزو الألماني وربي الجنود ربي الجنود على عدم وجود الله نعم لكن فوجي الضباط أثناء تحرك الجنود للمعركة قبل الموت أنهم هربوا وبدأوا يتمسحوا بأبواب الكنائس المغلقة المجنزرة اللي كان ممنوع الكنائس والمساجد نعم فلفت نظرهم من الجود يتمسحون بهذا ليه نحس أن المودنا إذا لا بد في شيء القلب الخاوج يريد أن يتعلق بأي شيء بجزء من العقيدة نعم إذن العقيدة هي القواعد للبناء وهي الحاجة النفسية الملحة وهي وقود الحياة الذي يحرك الإنسان أبدا إذا ما في عقيدة نعم ما في ولذلك قبل ما يدخل أي إنسان إلى المصنع في أوروبا وغيرة بيعطوه دروش بيعطوه فهمه صفاته لأينا دخل مش عارف فرقة أشعر على معتزلة على خوارج على ما تريدية على الناس دي الخلل اللي حصلها منين مع أن المصدر والمشكاء اللي خارج منها العقيدة واحد القرآن والسنة أَلَمْ يَأْلَمْ يَأْنِي الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقُ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مُنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهُمُ الْأَمَدِ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُ طال الأمد بعدنا عن الوحي الأساس وضع حواجج كثيرة بيننا وبين الكتاب والسنة وضع الشيوخ الطرق التحزب التفرق كل يرفع راية ضعف القرآن الكريم في نفوس الناس جاه إلى كثير من الناس ما في البخاري ومشلم وفي السنة لم يعد هناك اهتمام الآن الحمد لله الوضع أحسب بكثير يعني مرت على المسلمين ظروف عصيبة يعني استعادوا عن كتاب الله عز وجل بالأناشيد وبالطرق وما شابه ذلك كتب الفلسفة ايه وما شغلوا بها عطلوا السنة النبوية بالاعتماد إما على مجرد الكتب المذهبية أو أوراد الشيوخ أو ما شابه ذلك فضعف الاتصال بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن بنفسه يقذف في قلبك نورا يعني مهما اجتمع العالم كل الشيوخ عشرين ألف صحابي عشرين ألف تقرأ كلامهم لا يعادل آية في كتاب الله تقذف في قلبك نورا عظيما فالسر في ذلك البعد عن الكتاب والسنة البعد عن التفسير وقد ذكر أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر فقال هذا أوان اختلاس العلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث عن أمر عن أمر فأحد الصحابة بيعترض بيقول كيف كيف يضيع العلم وعندنا القرآن وعندنا السنة ونعلمهم وندرسهم قال إني كنت لا أظنك من أفقه أهل المدينة أما ترى أنه اليهود والنصار عندهم التوراة وعندهم الإنجيل ووضعهم هكذا إذن المشكلة فيها الفهم الفهم اللي بعدنا عنه والتطبيق العملي يعني بيروح الإنسان عند الشيخ يعطي ورد معين لا تجد لهذا الورد أثر لا في الكتاب ولا في السنة طيب ما معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ما معنى البدعة في الإسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو أرد كيف تجرأت أيها الشيخ أيها المكرم تجرأت على أن تتجاوز كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كل أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ما أعجبتك لتخترع غردا جديدا وصلاة جديدة على النبي طريقة وما شبه ذلك إذا لم يكن هذا هو الإحداث فما هو الإحداث إذا لم يكن هذا الابتداع في دين الله عز وجل ما هو الابتداع ورحبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم نعم فهم ابتدعوها للخير فكلمة أنا أحب الخير أنا أريد الخير أنا والله ما فيه شي يا أخي إيش فيها هذا الأمر زي موضوع عبو موسى الأشعاري وسيدنا عبدالله بن سود كان من موريد للخير لأنني يصيبه أحسنته نعم إذن المقصود حصل الخلل بسبب بعد الزمني البعد الزمني وانقطاعنا عن أصل الوحيين كل ما دنوت يعني كل ما إنسان دنى من الكتاب والسنة وعاش في أكنافهما استقام فهمه واستظله بظلهما نعم بدون استغناء عن العلماء طبعا أنت دخلتنا طريق آخر معلش غزم معاني والله طيب مرارتي ما فعل دعني دعني الشعواز المسلمين دلوقتي أستاذ هناك في ثلاث مذاهب في هذه القضية نعم هناك ثلاث مذاهب وأرجو طرق ثلاث طرق لهذا الطريق الأول استغنوا عن الكتاب والسنة بالشيوخ يعني هجروا الكتاب والسنة تجد رجل لا يعرف بخاري ولا يعرف مسلم ولا يعرف سنن أبي داود وسنن ترمذي والنسائي وسنن ابن ماجا وكذا ما يعرفش عنهم ما يعرف اطلاقا هي كتب دي معتمدة الله أكبر إذا لم يكن هذا معتمد فعل الأمة السلام لا والله أنا بكلمة بجد يعني أصفي دعية شاب في نسلم لا يعتمد هذا لا لا في دعية شاب التقط من كلام شيوخه جملة وقالوا للإخوة أنه قال على منبر إن السنن ابن ماجا ليس لنا فيها حاجة أعوذ بالله أبرأ إلى الله أنا لا أصدق أنا لا أصدق أنت عندي صادق لكن لا يمكن مسلم أن يفعل هذا الله لا يمكن شنة النبي صلى الله عليه وسلم شوف حبيبي السنن ابن ماجا سنن أبي داود هي نقلوا السنة ثم صنفوها كل منهم صنف بطريقة يعني هذا ثراء في الشنة النبوية يعني أبو داود صنف وهو مع ابن ماجا حسب كتب الفقه نعم مسلم صنف تصنيفا أقرب الحديث الإمام أحمد صنف حسب الصحابة يعني تنوع التصانيف وهم حسب كان مدارشهم وقتئذ أما لا يمكن أنا لا أتصور مسلما مسلم فضلا عن طالب علم فضلا عن خطيب أن يقول سنن ابن ماجا إيش؟ ليس لنا فيها حاجة يعني هو الاعتماد فقط على البخاري ومسلم عند بعض الناس وبالعكس يعني لما بترتقي عنده شوية يقول لك مسلم وقفوا على كده خلينا في البخاري بس أنا أرى أنه هذا ما أتصور عالم أو أزلت ليشان لأنه ما يمكن لأن هناك أحاديث في السنن أقوى من بعض الأحاديث في البخاري لأن المسألة معتمدة على السند نعم معتمدة على السند نعم فليس كل ما في البخاري ومسلم صحيح لكن ليس كل ما في البخاري وصحيح هو الدين وأولئك لا وين راح إمام أحمد عنده 27 ألف حديث وموطأ مالك الموطأ مالك سبق البخاري ومسلم لا لا هذه زلة أسأل الله عز وجل أن تكون زلة لسان أو أنه نقله مشكلة لا يعرف من ماجا من طاجة نعم طيب حيث أنت قلت دلوقتي أنه بيتركوا الكتاب والسنة وروح للشيخ أيوة هناك ثلاث مذاهب هو هاجر الكتاب والسنة تجده هاجر الكتاب والسنة معتمدة على طريقة معينة وهذه الطريقة بتدخل الجنة من أوسع أبو أبها كويس أبو أبها أبو أبها خلاص مدام الشيخ يعني الشيخ هياخده من المحشر يمر كده هيك يطف السلامة الله العظيم السلامة الله العظيم يطف الاعتقاده هو طبعا لأنه دايما يقوله الطرق إلى الله عدد الأنفاس يا الله أعوذ فهذا الشيخ بيمر بالمحشر بلم جماعته يذكرون ورده بلملمهم كده من المحشر وبدخلهم الجنة فاستغن المسكين عن الكتاب والسنة بالشيوه عكس أو من آخرون استغنوا عن العلماء كلهم بالكتاب والسنة وهم الخوارج نعم الخوارج فهم خاطئ أيها رافعي راية التكفير وجر وراءهم اليوم كثير من الشباب بحيث انعزلوا عن هؤلاء العلماء العلماء العاملين الصادقين الفاهمين نعم وانطلقوهم من أنفسهم يفهمون الكتاب والسنة وهذا اللي دفعهم إلى التكفير وإلى التفجير وإلى البلايا التي حصلت في الشباب وهم يظنون أنهم يحشنون صنعا نعم الطريق الثالث الثالث نحن نتمسك بالكتاب والسنة دون استغناء عن العلماء نعم يعني العلماء يشرحوا لنا الكتاب بس ما نقول للعالم اشرح والكتاب والسنة في معزل لا نعم بل أمامنا الكتاب والسنة وعلى منهج العلماء بفهم السلف الصالح ومن تبعهم ومن تبعهم إلى منه هذا هو الطريق الصحيح وهو الطريق الأسلم وهو الذي أمر به الله فأمر ما أتاكم الرسول فأخوذه ولكن قال فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نعم فجمع القرآن بين الطريقتين نعم احترام أهل العلم وتقدير أهل العلم لكن لا تقديس لدرجة العصمة فنحن لا نعلم قال بهذا نعم إلا الروافط الشيعة الذي قدموا أقوال علمائهم أئمتهم على حتى يعني حتى يعني ننصح الناس برضو قبل ما نخش على الجزء الثالث من الموضوع في مسألة تقديس الأشخاص فضلت الشيخ يعني في ناس بتقدس الأشخاص لدرجة غير مقبولة لدرجة ممكن يقدس كلام الشخص على دليل النبي عليه الصلاة والسلام نفس المذاهب الثانية المذاهب السابقة الثلاثة نعم قوم قدس الرجل إلى درجة تقول له قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم يقول لك قال المنفولة يقول قال الشيخ نعم فهذه مضاهات نعم مضاهات أليم يعني يجع الآن في الأخبار لا أعرف اسمه نعم والمسؤولية عليك نعم وإذا قام سلع قرنان لا لا والله القضية عليك أنا ما دخني في الموضوع أنا أريد أنا أحب مصر وأحترم مصر وأحترم لكن مثل ما قال هجوم على الشخلي هناك في ناس مخطئين لا يشك في ذلك لكن استغناء عفوا الإجدراء والتكبير والاحتقار نعم والاحتقار وعدم الاحترام هذا ليش من الإسلام يعني فيه ناس يتكلم على الشيخ الألباني رغم علم الغزير رحمة الله عليه وثراء الكتب والزخم الكبير أقول لك ده سعاتي ما تاخدش من نوعك ده سعاتي ما تزنى أن أبو حنيفة تاجر أقمي شيء كان يبيع الحرير أبو حنيفة كان إيه تاجر طب حلو كان تاجر خز معروف هذا نعم يعني معروف تاريخ كان هؤلاء العلماء الكبار رضوان الله عليهم يعتمدون على وسيدنا وسيدهم كان رعي غنم صلى الله عليه وسلم نعم إذن إما ازدراء المذهب الأول يزدري والمذهب الثالث التقديس لدرجة أنا رأيت بعض الناس إذا دخل على شيخ وخرج لا يستدبر الشيخ يرجع 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 كده وش للشيخ وجه وجه أحسن زي اللي بيعملوا كده في الكعبة سعات ناس ويفطواه في الوضاع بعد ما تمشي يتقوم راجع الضهر ومكسوف يدي ضرور الكعبة وجدت بعض الشيوخ يجلس على سبع فرش سبع يعدوا له سبع فرش ينسخف الله يعني سبع هو سبع سماوات وأنه هو يعني شيء قبيح جدا نعم فيجلس يضعوا له سبع بتسموه مراتب مساء كده أو مراتب نعم تسموه مرتب 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 سبع مراتب ثم يجلس عليها وجدت شيخ يأتي يؤتى له بالقربة قربة الماء وبيدفل فيها عوذ بالله نعم يدفل نعم يدفل فيها تفل يدفل فيها ثم يأتي الناس يقتتلون على الماء وفي قصة ما أدري بيش مسموحة في التلفزيون ولا لا والله لا أدري أقولها وتفضل طبعا سيئة بش تفضلها مش مشكلة خالص ما عارف يعني أخشى انتقد عليها لا خالص صدل حنا يقول أنه والله مشكلة لكن المهم يقال أنه امرأة توحمت تريد حلاوة يسموها الشامين ميمونية ميمونية نعم اشتهتها هي حلاوة طيبة لذيذة صباح يأكلونها الشاميون فيقول خرج الرجل بصحنه خرج بالصحن يدور في القرية لعله يجد هذه الحلاوة وزوجته تعرف أن الشاء لا يخالفنا في هذا نعم نعم فتش فتش ما وجد ما وجد فالمهم رآه شيخه قال له شيخه انت ماذا تفعل قال له الوضع كذا يا شيخي وزوجتي تلح طيبة عشتي خليه بسيطة فأخذ الصحن الشيخ تغوط به تغوط وأخذ وإذا بها ميمونية حلوة أخذ لذيجته بس لا أذي هي بعسل ولا بسكر الرواية أنا لا أذي ما أريد الكذب ويقول أكلت لذيجته ما أكلت أطيب منها قط الشيخ تغوط له حضرتك ترى أنه جزء من أجزاء الضلال في الفكر أنه الإنسان يقدس الشخص لا شك فيها نحن لا نقدش إلى درجة المعصوم العصمة أبدا ولا نحتقر للعرفات ولا نزدر العلماء ولا نحتقرهم ولكن هم عندنا محترمون لكن تحت يأخذوا منهم ويردوا عليهم طيب فحوة العقيدة في الإسلام شيخنا كده حبيبي أول أمر فحوها أول أس بنته العقيدة أن تكون العبودية لله نعم يعني قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالم أول ما كان يقرر الأنبياء ودعا إليه القرآن الكريم أن يعبدوا الله ما لكم من إله من غيره نعم أن يعبدوني أن يعبدوني إلى أغيرهم طيب أول قرار كان يقرره الأنبياء وأول ما ينزلون به ينزل عليه من الوحي هي العبودية الخالصة الله التي تعني الإخلاص إخلاص أن هي لله وأن تصرف هذه العبادات كلها لله نعم وخلال أسئلتك ما أدري مرك سؤال أنا بتعجبني قناة الناس لأنها مفتوحة للناس يعني ما بتقيدون أن أنه عكي بالعربي أنا خالص مسموح يعني فعجبني أنت تقول أنه الحلف بالله وغير بالله وكذا يعني الإسلام يجعلك أنك تتعلق بالله فعندما حرم علينا أن نحلف بغير الله ما هو المقصود؟ هو التعلق بالله يعني لا إن يقول ابن مشعود أحلف بالله كاذبا كاذبا أحب إليه من أن أحلف بغير الله صادقة إيه حتى يقول مئة أو ألف يحلف الإنسان أفضل ليه أنت حلفت بالله تعلقت فيه وكذبت لكن أنت تعلقت بغيره نعم حتى لو كنت صادقة لا ما يهم يهم أنت تتعلق بالله لذلك الحلف بالله عز وجل هو نوع من التعلق بالله إنه هو أهم شيء عندي لما يأتي المسلم ويقول بعيوني بشرفي بأبي وحياة ولادي والخدمة الشريفة والعيش والملح أيوة والعيش والخيمان المصرية نعم فهذه يتعلق يعني هو أشعر الآخرين هنا النقطة يا أستاذ خارج النقطة أنه تعلق بغير الله أو قال لهم إنه أعز شيء عيوني فأنا بحلفكم بعيوني أعز شيء أولادي العيش لا يجب أن يحلف الإنسان بأعز شيء عنده وهو الله وهو الله يقول عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله ما يتكلم طيب ولا يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري وغير القصة معروفة عن عمر نعم الخطاب يقول لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله إذن مقصود في ذلك التعلق فالعبودية إنك تتعلق بالله عز وجل في صلاتك في عبادتك في نذري سؤال صغير فضل إذا كنت أنا أريد التعلق بالله فأحلف بالله لأن الله عظيم في قلبي وقدر الله كبير عني نعم لما يجي واحد يقول لك خلاص أنا لأنا مش عايزك تحلب بالعيش والملح والختمة الشريف ولو غلوتك والآيام الحلوة ولكن أقول لك والنبي تجيب لي الحاجة دي أنا هو متعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام فماذا يرى الإنسان لا شك ولا ري في وجوب وجوب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فيه هناك فرق كبير جدا أن نجعل النبي هو نجعل النبي أسوتنا عليه الصلاة والسلام وبين أن نحلف به أنت الآن حلف به هو أعز شيء عندك لا عندنا الله أعز نعم الله عز وجل هو أعز شيء فلا يجوز لك أن تنتقل من الأعلى سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذن إذا أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم تسمع كلامه يعني أنا عايز أقول أنه مثلا ممكن حد يأم دعبس في الفقه ويقول لك مثلا إيه الإمام أحمد أجازل حالف بالنبي وأجي ألاقي نصه قدامي أنا راجل غلبان على قدي بيتألفي كده من كان حالفا فليحلب بله أو ليسكت لا تحلفوا بآبائكم ونهي واضح إيه لي خليني أقدم كلام الإمام أحمد على نص النبي إن كان الإمام أحمد قال كده أنا لست مكلف دينا بأحد العلماء كشخص أقدمه أنا مكلف بالرسول صلى الله عليه وسلم فعندما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله ثم لا أجد صحابيا واحدا على الإطلاق حالفا برسول الله برسول الله صلى الله عليه وسلم رغم حبهم الشديد نعم فهل كان هؤلاء يعني لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة إذن المحبة شيء والحلف الذي أمر الله عز وجل به شيء آخر نعم إذن العبودية لله الأمر الثاني أكد عليه يعني العبودية مسألتها طويلة وهي هذا القلب لا يكون متوكل على شيء يعني بعض الناس أستاذ خالد إذا أرادوا أن يناموا هم قالوا لذلك علمهم شيخهم أن يتوكلوا عليه حتى يوقظهم في الصباح أو على صلاة الفجر هذا خطير جدا كيف يعني يا شيخنا علمهم شيخهم إذا ناموا ينوو التوكل على الشيخ ده حقيقي الكلام ده أنا قالوا لي في ما أريد أذكر بلاد عربي كنت في محاضرة ووقف الرجل وقف وقال يعني في السودان نعم قال لي الرجل في أحد المساجد بعد المحاضرة قال لي أنه شيخنا بيعلمنا كيت 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 هذا يجوز أم لا يجوز فقلت له أنا يجوز إيجوز شيخنا إذا كان الله نائم أو كان الله غير قدير أو كان الله عاجز تعتمد على على الشيخ وين تروح إن تروح للحاجة هذا خطير جدا خطير جدا أن هذا القلب يتعلق بشيء غير الله عز وجل شيخ عطني الحقيقة الكلام مع حضروفك الجميل والأسئلة كتيرة يعني في ديئتين بس عايزين نقول حاجة ومرة نكمل مرة جيان نكمل حديثنا قاعدتنا تعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه هذه القاعدة دايما كل مخالف يقولها لك يعني لو جيت كلمت عن حد ابتدع في دين الله ألف طلع فتوى غريبة قال رأي فقه شاز يقول لك يا سيدي ما تزحلش متعوش تعمل مشاكل مع الناس نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه في عجالة وحنستكمل هذا الكلام بوضوح الحلقة القادمة طبعا العبودية من تهين لأنه فيه طبعا نوقف عندي العبودية ولسه أثار العقيدة والمعاملة المخالف ده لسه معنا موضوع كبير يعني الناس وموقفهم من الخلاف كمان ثلاثة هي لهم ثلاثة بثلاثة نعم واحد يقول مبدأ اسكتوا نسكت كويس يعني انتوا سكتوا على ضلالنا ونحن نسكت على ضلالكم انتوا سكتوا عن أخطأنا ونحن نسكت على قضاء نعم في مثل بالشامي ما أذي بالمصري بيقول له حق كلي لحق كلك نعم مصالح كويس انتوا سكتوا عن ضلالنا ونحن نسكتوا عن ضلالكم لا تنتقدونا ولا ننتقدوكم نعم في مذهب آخر عكسي هم هم تعالوا نتفاضح افضحونا نفضحكم هم هم فبتجد هذا يفضح هذا الشيخ والشيخ الثاني الطريقة دي تفضح وهذا تفضح الجماعة هذا اسمه طريقة التفاضح نعم وديك اسمه طريقة ايه السمية النفاق أو مداهنة نعم نعم والطريقة المثلة أننا نخطئ ولا نطعن نعم نصحح ولا نجرح يا سلام عليك نعم ننصح ولا نفضح كويس نبين ولا نحكم نعم يعني ما نحكم على الأشخاص نعم مجرد منتقلنا إلى كافر مبتدع ضال نحن نحن نكون أخطأنا مباشرة كويس هذه لها أحكام نعم لكن الأصل عندنا البيان للحكم نعم بمثل هذه القواعد نحن نستطيع أن نضبط هذه القاعدة نعم نتعاون فيما اتفقنا عليه صحيح حتى نتعاون مع المشيحيين نعم إذا كان هذا التعاون لخدمة البلد كان هذا التعاون لخدمة المصلحة لخدمة الشغل لخدمة نعم لا في شيء أبدا نعم فالمسلم يعمل مع مشارك المسيح والمشيح المشارك المصاني هذه لم يخالف فيها أحد من أهلي العلم لكن تبقى المسألة ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلف فيه أول قضية يجب أن نصنف هذا الخلاف الذي جرى يعني مش كلام عام ده على أهلي لازم نقف عنه أول قضية نصنفه نعم هل هو من الخلاف المعتبر الخلاف الاجتهادي الخلاف السائغ الإداري خلاف الحق والباطل أم هو من خلاف الحق والباطل والضلال والهدى نعم يعني إما ضلال وإما هدى نصنف الخلاف عشان نعذر بعض أيوة بعد لا لا عشان نعذر قصدي يعني لازم نصنف الخلاف عشان نشوف ممكن نعذر بعض أيوة نعم فإذا كان في الخلاف الخلاف الاجتهادي الخلاف الاعتباء المعتبر السائغ فلا بد من الإعزاب زي النقاب مثلا أنه هل كشف الوجه أقول التشدد في هذا غير وارد أبدا من الطرفين أقول وأنا أنصح هؤلاء الإخوة من هؤلاء ومن هؤلاء وبخاصة الذين يرون وجوب العجاب يرونه أمرا قطعيا مع عزل إما كبار أضحك وجوب النقاب أيوه وجوب هناك أئمة كرام لم يقولوا من القبل لم يقولوا بالوجوب أمثلة كثيرة جدا هنرجى هذه الأمثلة إن شاء الله في لقاء حضرتك في الخميس المقبل زي ما عدتنا إن شاء الله نستكمل قضية العقيدة وأثر العقيدة وكيفية معاملة المخالف لأنه ورده في حتة مهمة حتة ننصح ولا نفضح ونصحح ولا نجرح أحيانا بيشتد المبتدع أحيانا بيشتد المخالف جدا ويعتمد على أن حضرتك ما بتشتدش عليه رغم أنه في أحيانا مدارس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما يجدوا أنه مبتدع بأدما نهاجه دي مدرسته ليضل الناس أحيانا بيشتدوا عليه ويفضحون أمره هنشوف الكلام ده يكون في خلاف الاجتهادي نعم أو معتبر أما الصحابة يضللون ويقاطعون وينفرون عندما يكون في رد للنص أو اتباع للهوى نعم نعم أزاكم الله خير فضيل الشيخ عدنان انتظرونا بعد الفاصل تمن الغربة وأزواك بالمرسلة تبقوا معنا